هنرجع لهذا العقار بس احنا عايزين لأول نعرف تأثير الملاريا على الجسم هل هو بيبقى عبارة عن زيادة في الحرارة بتاعة الجسم السخونية لفترة طويلة بارتفاع معين بدرجة حرارة معينة ولا بيبقى ليه تأثير آخر على الجسم تمامي فاني هو فيه قاعدة جوهرية في الطب بتقول ان اي مريض جاي من منطقة استوائية او منطقة موبوئة بالمالاريا وعنده ارتفاع في درجة الحرارة لابد في خلال ثلاث أسابيع من عودته لابد انه يعتبر مالاريا الى ان يسمت العكس يعني لازم نحط حط المالاريا في الاعتبار وبالتالي الارتفاع درجة الحرارة من الحاجات طبعا اللي هي الاساسية في اعراض المالاريا بيبقى تبقى مصحوبة برعشة في البداية خالص بتبقى اعراض شبيعة باعراض البرد يعني حرارة رعشة جيس تكسير في العضم والألم في العضلات ممكن يبقى فيه احساس بالقيق او ترجيع فعلا احيانا يبقى فيه اسهال وبالتالي المريض له هنا يبقى نقطة مهمة جدا بالنسبة للأطباء وبالنسبة للمسافر في حد ذاته درجة ان احنا دلوقتي في حاجة اسمها في بعض البلدنا عالمي اسم عيادة المسافر يعني قبل ما يسافر لأي واحد مسافر لبلد معينة لابد ان هو يتوجه الى اعيادة المسافر ان شاء الله تكون في حاجة التطبيق في المستشفيات التابعة المستشفيات الحميات التابعة لوزارة الصحة بحيث ان هو ياخد معلومات كاملة عن البلد اللي هو مسافر فيها طبيعة الامراض الموجودة في الازاي يحمي نفسه ازاي التطعمات اللي هياخدها ده ان شاء الله يكون في حيز الفكرة ان شاء الله طب دكتور الملاريا بيبقى ليها بعض الاعراض اللي بتتشابه مع حاجات اخرى كتير انا عندي فكرة ان الاطباء الحميات من اقدر الناس اللي بيكتشفوا الحاجات دي ويمكن انا ليه تجربة شخصية لواحد يعني داخ في كل حتة لان طبعا هو زي ما حضرك قلت هو مش موجود في مصر فهو جاء له ملاريا بشكل او باخر ولما راح فعلا قالوله دي ملاريا وتعلجت في وقت يعني قياسي هو ده بيرجع ليه لان هنا تاريخ المرضي جزء تشخيصي مهم جدا اي حد مسافر او راجع من بلد معينة وخصوصا البلد الافرقية او البلد اللي فيها ملاريا بشكل عام لابد ان هو لما يتوجه للطبيب يقوله انا كنت مسافر في البلد الفلانية ورجعت امتى رجعت ما جاي من الكنغو جاي من نيجيلي او كازم هل لها اي تحليل بنقدر نعرفه منه ولا بالتاريخ المرضي لا ده التاريخ المرضي ده بيلفت انتباه الطبيب ولابد ان الدكتور حتى لو لو ما قالش يبقى من ضمن الحاجات اللي احنا بنسأل عنها في الناس اللي عندهم ارتفاع بدرجة الحرارة انه هو هل كان مسافر وخصوصا اذا كانت مجهولة يتسبق ومحدش على سبب معين وخد ادوية وعقاطير وما استجابش لابد ان انا اسأل المريض ده هل سفرت في الفترة الماضية القريبة الى بلد معين فلو كان فيه سفر لابد ان انا احطها في الاعتبار الملائي طبعا الى جانب في البداية خالص بيبقى اعراض شبيهة باعراض البرد يعني ايه يعني الم في العضلات الم تكسير في العضل وخيء حرارة لكن المسألة بتتطور بعد كده ليه بقى لان طفول الملائي عمال بيتكاثر في الجسم وبيهاجم الكبد يبتدر ايه يحصل يا رقانه يبتدر ايه عنية السفر ولون البول يتغير ويبتدر يحصل له الرعشة والحرارة ما بتنزلش لان لها ادوية معينة لابد ان هو المريض ياخدها يعني ليه مضاعفات عنيفة على اجهزة الجسم اه طبعا ده ممكن تسبب تدخم في الطحال وتسبب الم في الكبد ويرقان واصفرار في العين وانيميا لان بيحصل فيه تكسير في الدم تكسير في الدم ده بيبقى شيء ممكن يكون بشكل يعني متكرر فبالتالي على حسب بقى نوع المالاريا المالاريا الخبيثة لا دي 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 جهازية بتأثر على اجهزة الجسم كله يعني بمعنى ان الطفل يعني هو ربنا خلق لكل كائن حي اهى وسائل الدفاع عن نفسه عشان يحمي نفسه ومن دمنها برضو طفل المالاريا فالفلسابرة من نوع اللي هو القاتل او المالاريا الخبيثة ده نوع ما بيعرفش حدود بمعنى ايه نوع عشان يحمي نفسه يلزق بيفرز مادة بروتينية كده زي السامغ يعني يلزق نفسه في جدران الاوعية الدموية فلما يلزق نفسه في جدران بيعيق حرقة مرور الدم يبتدي اللي خلال دم الحمرة تتجمع عليه يحصل سدد في الاوعية الدموية وبالتالي هذا الميكانيزم اللي لما بيحصل في المخ يبتدي يحصل قصور في الدورة الدموية في المخ فبالتالي ممكن كمان الشرياني تقفل بالكامل الاول وريد يتقفل بالكامل يعمل لي اعراض ايه لو عرفنا لي عليك بالتأكيد يا فنم طيب نارك عملي